السوق ده مش لمجرد الفوز بالميدالية البرونزية او الفوز بالمركز التالت بالمناسبة احنا كنا نتمنى وكنا بنسعى ان هذه البطولة تكون بداية عهد جديد اللي النادي الاهلي يغير لوني الميدالية وده اللي قاله بيتسو موسيماني بعد الفوز بدورة ابطال افريقيا على كايزر تشيفزي في منتصف العام الماضي ولكن الظروف كانت اصعب من الجميع لذلك الفرحة النهاردة مش فكرة الميدالية البرونزية او المركز التالت او ان الاهلي صعد لمنصة التتويج لا الفرحة النهاردة ان احنا عندنا فريق ايا كانت العناصر اللي بيتمثله الكل في النهاية بيظهر شخصيته اللي هي شخصية الاهلي والحاجة اللي بتسعدنا اكتر كمان من كده فرحة جمهور الاهلي بانتصارات الاهلي في الفترة الاخيرة بالاضافة لده انت بتتكلم على في اقل من 14 شهر اتنين دوري ابطال افريقيا اتنين سوبر افريقي اتنين ميدالية برونزية وبتسعد على منصة التتويج وبتاخد التكريم الذي يلغب الاهلي وبمكانة الاهلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي ما كانش يتخيل ان ممكن بطل افريقي رغم كل الصعوبات اللي واجهها ان هو يكون موجود على منصات التتويج في ملعب محمد بن زيد ملعب نادي الجزيرة اللي استضاف هذه البطولة على مدار اكتر من حوالي 10 ايام نهاردة واحنا في استقبال البعثة ابطال افريقيا تالت العالم بنستقبلهم بالورود لكن ابتداء من اليوم هنغلق الصفحة ونبدأ نستعد لتحدي جديد فيه تحدي جديد للاهلي اكيد فيه تحدي جديد ونقف عند الارقام القياسية اللي اتحققت لغاية اللحظة دي وخلاص بنقفلها لا بنشتغل عن اللي جاي اللي جاي بتستعد لحملة الدفاع عن اللقب الافريقي للبطولة اللي انت عايز تحقق فيها رقم قياسي ما تحققاش قبل كده تلات مرات متتالية ده انجاز ان شاء الله بإذن الله بنسعى من خلاله خلال الفترة القادمة فبتالي